أيامنا تنضي ونضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرها أذى وعاردك من تقع حدها ويسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقى ثلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوزفها إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى في برنامج أيام الله الكلام عن الأيام الأخيرة للدولة الإسلامية في الأندلس مملكة غرناطة أو غرناطة رأينا أنه لما أرسلت معادة تسليم غرناطة إلى الأمير أبي عبد الله جمع القادة وقبل التوقيع ظل الجميع يبكي القائد الشجاع موسى ظل صامتا ثم تكلم فقال اتركوا البكاء للنساء والأطفال أما الرجال فلم يخلقوا لذلك بل لبزل الدماء دفاعا عن أوطانهم وأرى أن روح الشعب قد خبت ودب فيهم اليأس وأن هناك بديلا بدلا من التوقيع على تسليم آخر حصون الدولة الإسلامية في الأندلس أن ندافع عن المدينة إما نصر أو شهادة ولا يذكر أننا في التاريخ أننا قد سلمنا مدينة غرناطة ولم نستشهد دفاعا عنها قال هذا الكلام قبل ذلك لما كان يتكلم في غير هذه المرة كان كلامه له تأثير في الحق لكن هذه المرة دب اليأس في قلوب الجميع وخص الأمير خص الأمير فالأمير ماذا فعل ردا على كلام موسى قال الله أكبر لا إله إلا الله محمد الرسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله لقد كتب علي أن أكون سببا أن أكون شقيا وأن يذهب الملك على يدي طيب كما ذكرته يعني لماذا هنا يقول لا رد لقضاء الله طبعا كل شيء بقضاء لكن لا نحتج بقدر الله على المعايب نحتج به على المصائب تقول ما هي مصيبة نعم هي مصيبة لكن أنا ما زلت أستطيع أن أواجه وأن أقاوم وأن أبذل ما أستطيع فلا أحتج على المصيبة قبل أن تقع وإنما الاحتجاج على المصيبة بعد وقوع المصيب إنما لو أننا احتججنا في كل شيء فلن نبذل الأسباب أبدا ونستسلم ونقول في كل مرة قبل أن تقع المصيبة هذا قضاء الله وقع علينا قضاء الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر لكن القاعدة أننا لا نحتج على المعايب نعم نحتج على المصائب يعني هذا اللص الذي جاء به إلى أمير المؤمنين عوار بن الخطاب وسأله لما سرقت قال قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل قدر الله علي أن أسرق هنا احتج بالقدر على السرقة فالكل هنا سيحتج بالقدر من يزني يقول أنا أزني بقدر الله من يصرق يقول أنا أسرق بقدر الله من يقتل يقول أنا أقتل بقدر الله فيحتجون بالقدر على معايبهم والقدر يحتج به على المصائب فقال وأنا أقطع يدك بقدر الله أنت تحتج بقدر الله على أنك سرقت وأنا أحتج بقدر الله على قط يدك لا يحتج بقدر الله على المعايب إنما يحتج به على المصائب القادة والأمراء من حول الأمير ردده ذات الكلام الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا رد لقضاء الله إلى آخر الكلام وقال الأمير ومعه القادة إن شروط مالكي قشتالة هي أفضل ما يمكن الحصول عليه هي أفضل ما يمكن الحصول عليه مع علمهم مع علمهم من قراءة الأحداث قبل ذلك أن مالكي قشتالة لن يوفي بعهودهم لكن الإنسان في لحظات الضعف كما يقال يدس رأسه في الرمال فالأمير يعلم يقينا أن مالكي قشتالة لن يوفيه والقادة يعلمون يقينا أن مالكي قشتالة لن يوفيه ومع ذلك فإنهم يقولون هذا أفضل ما يمكن أن نحصل عليه الإنسان في لحظات ضعف الاستسلام فإنه يتعلق بأي شيء يتعلق بأي شيء موسى الحقيقة رفض الاستسلام ورفض هذا الكلام وصاح فيهم لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى قشتالين سيوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم وقد نهب المدن ودمرها ودنس مساجدها وخرب بيوتها وهتك نساءنا وبناتنا وكل ذلك بعلمنا وأمام أعيننا وهذا ما سوف ترونه لأنكم أضعتم أنفسكم بخوفكم من الموت الشريف أما أنا فوالله فلن أكون مثلكم كلام يعني في غاية الروعة وفي غاية الجمال لكن لا آزان له لا آزان له وماذا سيفعل هو بمفرده لكنه الحقيقة أعذر نفسه إلى الله سبحانه وتعالى كما سنرى بعد أن قال هذا الكلام الطيب لم يستجب إليه أحد وما نبى عليه من أنهم لن يوفون بعهودهم وأنهم فعلوا وفعلوا 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 في حصون المسلمين ومدن المسلمين الذين استسلموا قبل ذلك على شروط ونقدت هذه الشروط بمجرد استلام القشتاليين لهذه المدن والحصون هم يعلمون ذلك لكن كما قلت في لحظات الضعف واستسلام فإنهم يتعلقون بأي شيء ولو كان كذبا أما موسى فقد غادر المجلس حزينا إلى الخارج ولم يتكلم مع أحد ذهب إلى بيته ارتدى سلاحه ارتدى ملابسه وأخذ سلاحه وامتطى فارسه وخرج خارج أصوار غرناطة بمفرده بمفرده ولم يره أحد أو يسمع به بعد ذلك هذه رواية القشتاليين رواية القشتاليين هناك رواية أخرى أنه خرج إلى خارج المدينة للقتال بمفرده ارتقى مع سرية من فرسان قشتاليين نحو خمسة عشر وأنه قاتلهم وقتل غالبهم وأصابته جراح وكان يريد أن يعزر نفسه إلى الله يريد أن ينال الشهادة ولأنه لا يستطيع الآن أن يفعل شهاد إما أن يستسلم كما استسلم هؤلاء وإما أن يقاتل بمفرده فكان حريصا على ذلك وعلى أن ينال الشهادة لم يعبأ بجراحه التي تنزف دما وقاتل حتى أصيب وسقط عن فرسه وأصيب فرسه أيضا فأخذ يقاتل بالخينجر وهو على الأرض ثم لما وصل إلى المشارف الموت إلى الغرغرة فإنه ألقى نفسه في الماء ليموت ولا يؤخذ يموت ولا يؤخذ أسيرا ولا يؤخذ أسيرا والله أعلم يعني عن الروايتين لكن الشاهد أنه لم يستسلم كما استسلم الأمير وسائر قادة الأمير وأعذر نفسه إلى الله سبحانه وتعالى خيم الحزن بعد توقيع اتفاقية اتفاقية الاستسلام والتسليم للمدينة خيم الحزن على كل أنحاء غرناط والمعاهدة السرية كما ذكرت بعد ذلك لا شيء يبقى سرا يعلم ذلك لا شيء يبقى سرا إنما يعني يكون سرا اليوم في الغد القريب ينتقل من السر إلى العلن تسربت بعض بنود المعاهدة السرية للأمير والوزراء و ازداد سخط الشعب على قادته وخاصة على الأمير وتنادى بعض الناس بينهم أن يدافعهم عن مدينتهم حتى الموت ويقتدون بالقائد موسى لكن هذه الأصوات للأسف كما حدث مع موسى لم تجد من يستمع لها لم تجد من يستجيب لها إضافة للخوف خوف الأمير وحاشية الأمير والوزراء على امتيازاتهم التي أغراهم بها ملكة قشتالف مسلمون كما هم يعلمون أن الملكين لن يوفين يعلمون ذلك جيد وشكوا في ذلك وشك في ذلك وقد يكون أقرب إلى اليقين يعني غالب يعني ليس شكا وإنما هو الظن الغالب الظن الغالب بل قد يصل يعني باستقراء ما فعله ملكة قشتالة مع المسلمين قبل ذلك إنسان يكون عنده يقين أنهما لن يوفي سابق كثيرا في نقض العهود فتكلموا وأرسلوا يعني وساطة بينهم وبين الملكين فأقسم فرناندو وإزابيلا بالله أنهما سيوفيان بالعهد نعم أقسم بالله أنهما سيوفيان بالعهد وفرناندو وإزابيلا يتحركان في كل أمورهما بأن الغاية تبرر الوسيلة وهو لم يفي بأي عهد له من قبل بأي عهد له من قبل وكل ملوك الممالك النصرانية في الشمال ما وفوا بعهودهم هم يعقدون المعاهدات في وقت الهزائم ولكن بمجرد أن يشموا أنفاسهم ينقضون المعاهدات فهذا ديدنهم لكن السؤال طيب هل تعلم المسلمون الدرس وهذا يتكرر يعني هل تعلم المسلمون الدرس الذي نرى أنه لم يتعلموا الدرس لم يتعلموا الدرس بل سارع الأمير بتسليم غرناط حتى لم ينتظر مهلة الستين يوما التي أعطيت له لتسليم المدينة لكن لماذا سارع بتسليم المدينة لأن هناك أصوات تنادي بعدم تسليم المدينة والدفاع عن المدينة حتى الموت اقتداء بالقائد موسى الذي رأينا ماذا فعل فهو خاف من من تتزايد هذه الأصوات مع الوقت ولا تسلم المدينة فللأسف صارع بتسليم غرناط قبل المهلة المحددة في المعاهدة وأرسل الوزير بهدايا سمينة وبخمسمائة من أسرى النصارى وسلم المدينة بعد تسعة وثلاثين يوما فقط يعني تقريبا نصف المدة المتفق عليها في الثاني من ربيع أول عام سمان مئة وسبعة وتسعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لي اليوم الذي سلمت فيه غرناط يوم الذي سلمت فيه غرناط أو غرناط أو البعض يقول غرناط تعالى لهذا اليوم يوم رحيل الدولة الإسلامية عن الأندلس في معسكر القشتاليين بهجة وفرح وضجيج وموائد تمد وخمور تشرب ولم لا وغرناط هي آخر معاقل الإسلام في الأندلس وقد سقطت اتفق الأمير أن تطلق من غرناط من الحمراء أن تطلق ثلاثة مدافع تكون هي العلامة والإيذان بتسليم المدين فرناندو لم يدخل بنفسه وخاف من الغدر أو الخيانة لأنه خائن فالخائن دائما يخاف من الخيانة والغادر دائما يخاف من الغدر لم يدخل بنفسه حتى يستيقن الأمور وفق ما خطت فأرسل قوة من ثلاثة آلاف جندي وسرية من الفرسان على رأسهم مطران إسبانيا الأكبر أكبر طبعا هذا واضح يعني الدلالة واضحة جدا أن لماذا مطران إسبانيا الأكبر فالمسألة عقدية والمسألة دينية كان من المتفق عليه أن لا يختلق هذا الجيش شوارع وسط غرناط باليسير مباشرة من طرق غير مأهولة حتى يصل يعني إلى الحمراء إلى الحمراء فعبروا النهر واتجهوا مباشرة إلى قصر الحمراء ورابط الملك فرناندو بقوة أخرى من حوله كبار الفرسان في سيابه من الزاهية الملونة وانتظرت إزابيلا الملكة أو إيسابيلا في سرية أخرى من الفرسان على مسافة قريبة من الحمراء إذن هو أرسل يعني كتيبة ومعهم مطران إسبانيا الأكبر وأراد أن يستوثق من الأمر أنه لا يوجد غذر أو خيانة وظل هو على مقربة مع قاداته الذين ارتدوا ما يناسب هذه المناسبة العظيمة بالنسبة إليهم وإسابيلا انتظرت أيضا على رأس سرية أخرى من الفرسان وصل الجنود إلى الحمراء القصر الحمراء في نحو الظهر هذه رواية هذه رواية رواية أخرى أن الذي سلم المدينة والسلاحة والأبراجة هو الوزير ابن كماشة ابن كماشة لن أضبطها لم أضبطها فعذرا نصيت أن أضبط الوزير 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 هو الوزير سلم ورواية ثالثة أن الأمير أن الأمير نفسه خرج يستقبل الوفد خارج القصر وأنه تكلم مع المطران إسبانيا مطران إسبانيا الأكبر قائلا له هيا يا سيدي في هذه الساعة الطيبة طيبة لمن طيبة لمن طيبة لهم وليست طيبة لك ولا للمسلمين هيا يا سيدي في هذه الساعة الطيبة وأتسلم هذه القصور قصوري باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لهم القادر أن يستولي عليها لفضائلهما وزلات المسلمين المطران هو أساهب بعض الكلمات يعني ليخفف ليخفف عنه فهنا مرة ثانية يحتج بالقدر على على المعايب على المعايب وفي كلامه يعني بعض حق بعض حق هذا الحق في قوله لفضائلهما أي لفضائل الملكين والقشتليين وزلات المسلمين أما من حيث ذات المسلمين فنعم فنعم لكن ليس لفضائل الآخرين نعم يعني لكن لزلات المسلمين إذا يعني إذا أردنا أن نسمي أو أن نقول أن لهم كانت فضيلة إنجازة التسمية لملوك قشتالة على مدى هذا الصراع الطويل هو الإصرار وبذل كل شيء من أجل القضاء على الدولة الإسلامية في الأندلس وهم كانوا يضعون هدفا صوب أعينهم والمسلمون يقاتل بعضهم بعضا من أجل الملك ويتعاونون مع أعدائهم من أجل الملك لكن هؤلاء كانوا يضعون هدفا أمامهم وهو القضاء على دولة الإسلام في الأندلس صار الأمير والوزراء والحشم لاستقبال فرناندو وتم تسليم القصور والأبراج بواسطة الوزير المطران لهو مطران إسبانيا الأكبر ما كاد يدقل القصر حتى رفعوا فوق البرج الأعلى من قصر الحمراء صليبا فضيا كبيرا هذا الصليب كان يحمله الملك فرناندو خلال حرب غرناطا وبجوار هذا الصليب الكبير رفعوا عالم قشتالة عالم قشتالة بمجرد ما استلم بمجرد ما استلم يعني حتى لم يراعي يعني إيه مشاعر هذا الأمير الذي سلم المدينة إنما بمجرد ما استلموا في الحال رفعوا الصليب فوق أعلى برج ورفعوا عالم قشتال وصاح المنادي من فوق البرج ثلاث مرات أن غرناطا أصبحت ملكا للملكين لفرناندو وإيسابيلا وأطلقت المدافع يعني فرحا بهذه المناسبة ورتل الرهبان صلاة لهم على أنغام الموسيقى وكل ذلك ورفعوا الصليب والصلاوات من الرهبان كل ذلك يؤكد الصبغة الصليبية التي شعرتها إسبانيا في أثناء حروبها على الإسلام في أثناء حروبها على الإسلام الأمير التقى مع الملك في المكان الذي كان يرابط فيه الملك عند مسجد وهذا المسجد تم تحويله بعد ذلك إلى كنيسة وسلم الأمير لفرناندو من فاتيح الحمراء وخاتمه الزهبي الذي كان يختم به حتى أنت يعني أنا يعني لم ألتفت إلى هذه إلا الآن والله يعني حتى خاتم يرتدي خاتما زهبيا تقول ما يختم به طب ما يختم بخاتم من الفضة وليس نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يلبس الرجال الزهب وقال عن الزهب والحرير أزاني حرام على ذكور أمتي فخاتمه الزهبي الذي كان يختم به الله أعلم ربما تكون الرواية يعني لم تضبط هذه المسألة خرج الأمير وأهله وأمه عائشة وزوجته في موكب في موكب مخزي نعم أمير في طريق مر على الملكة إسابيلا والتي استقبلته هو وأسرته برقة ومجاملة وحاولت تخفيف الأحزان والآلام وسلمته ابنه الصغير الذي كان رهين ضمن رهائن المسلمين حتى تم تسليم غرناط دخل الملكان إلى غرناط من أبوابها ودخل قصر الحمراء وجلس على العرش الذي كان يجلس عليه الملوك المسلمون على مدى قرون طويلة وأقبل أشراف قشتال للتهنئة ولتقبيل الأياد وكذلك جاء بعض فرسان المسلمين يقدمون التحية للسادة الجدد مات الملك عاش الملك مات الملك عاش الملك ولا شك أن هؤلاء يزين يقدمون التحية من فرسان المسلمين يعني لا يستحقون لقب الفرسان على الإطلاق وتم الإفراج عن الأسرة من الجانبين هناك رواية أخرى قشتالية أنه بمجرد استلام المدينة أقيم القداس في المسجد الكبير بمجرد أن استلموا المدينة والأمير على أبوابها أقاموا القداس في المسجد الكبير وحولوه إلى كنيسة حولوه إلى كاتد رئية غرناط إلى كاتد رئية غرناط والأمير وحاشيته ما زالوا على أبواب غرناط تم تحويل المسجد الكبير في غرناط إلى كاتد رئية إلى كاتد رئية غرناط هذا يدل كون من أول الأمر أن العهود التي قطعوها على أنفسهم ومن ضمن هذه العهود عدم الاعتداء على المساجد ها هم من أول دخولهم إلى غرناط يحولون المسجد الكبير المسجد الجامع إلى كاتد رئية غرناط نعم وذلك كان في الثاني من ربيع أول عام سمانمائة وسبعة وتسعين هجرية الموافق الثاني من يناير عام ألف أربعمائة واثنين وتسعين من الميلاد أقبل الملك قشتلي بجيوشه وبعث جناحا من جيشه فدخل مدينة الحمراء يعني هذه رواية رواية أخرى وأنا ذكرت أنه قد يعني لم يدخل مدينة مباشرة خوفا من من الغد خوفا من الغد ولما اطمأنا أرسل جنوده للمدينة وباقي هو في خارجها ومدد المدينة بالدقيق والطعام والشراب وترك فيها قائدا من قادته ثم رجع وأطلق صراح الرهائن المسلمين كما رأينا وبذلك تم تسليم غرناطة أكتفي بهذا وإن شاء الله نواصل في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر وصل لهم نبينا محمد وآله وصاحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أيامنا تنضي ومنضي خلفها ظل وضر ما حقيقة أمرنا أدوى وذلك من تقاع حدما ويسعى لاستدامة مجدما ليست هنا يا من تعاني فقدما طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقى فيلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أو زفرها